في هذا الدرس الرابع نتعرف على القسم الثاني من أقسام الماء الطهور لأننا ذكرنا أن الماء الطهور إذا تغير ينقسم بهذا التغيير إلى أقسام انتهينا من القسم الأول القسم الثاني تغير الماء الطهور بطاهر مخالط له ومن الأمثلة على هذا القسم تغير لون الماء أو طعم أو رائحة بطاهر بمعنى أنه يتغير هذا الماء تغيرا كاملا في أوصافه الثلاثة الطعم والريح واللون كأن يطبخ فيه شيء طاهر كاللحم فيتغير ويصبح مرقا وكذلك إذا موزج باللبن أو العصير أو إذا سقط فيه شيء طاهر يمكن صون الماء عنه فإنه بهذا يتغير ويصبح هذا ماء طاهر لكنه غير مطهر بمعنى أنه يستعمل في العادات ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث فهذا القسم من التغيير أدى إلى إزالة خاصية التطهير عن الماء الطهور وربما استثنى العلماء من هذه الحالة ما يشق صون الماء عنه فإن ما يشق صون الماء عنه إذا تغير قالوا كما ذكرنا سابقا أنه طهور وابن عثمين رحمه الله قال هذا الاستثناء ضعيف لماذا ضعيف؟ قال لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولا بين ما وضع بقصد أو بدون قصد لأن العلة هو تغير الماء فإذا تغير الماء سواء بنجاسة أو سواء بشيء طاهر فإنه لا فرق بين أن يوضع متعمدا أو غير متعمد لأن العلة أن الماء قد أصبح متغيرا وهذا قول قوي ويدل على أن هذا الاستثناء يكون ضعيفا المثال الثاني على الماء الطهور الذي يتغير بشيء طاهر وبالتالي يسلبه خاصية التطهير الماء الذي تغير بالمنظفات كالصابون أو غير من المنظفات الموجودة فإن هذا التغير يؤدي إلى أنه يسلب الماء الطهورية ولذلك يغلب على أجزائه فنقول أيضا هذا هو ماء طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وإن كان كما ذكرنا سابقا أنه يمكن أن يزال به الخبث لأن رجحنا أن الخبث يمكن أن يزال بغير الماء من المطهرات الأخرى مسألة وذكرناها سابقا هل يشترط في إزالة الخبث أن يكون بالماء ذكرنا ذلك سابقا ورجحنا قول إبن عثيمين وذكرنا أنه قول للمتأخرين من الفقهاء وهنا هذه المسألة فيها القولان القول الأول أنه يشترط في الماء يشترط لإزالة الخبث وجود الماء وهذا الذي قال به الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب ماء فقال أريقوه على بول الإعرابي فهذا خصص الماء وأيضا كما ذكرنا سابقا أيضا حديث أسماف الحيض قالت تحته ثم تكرسه بالماء ثم تنظح وتصلي فيه فهذا دليل على تعيين الماء والقول الثاني أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وإنما إذا زال بأي سائل غير الماء وزالت عين النجاسة فإن ذلك يكون صحيحا وجائزا لأن العلة هي إزالة النجاسة واستدلوا أصحاب هذا القول بأدلة الاستجمار لأن المستجمر يمسح النجاسة ولا يغسلها ولم يزيلها بالماء وهذا أمر متفق عليه جواز الاستجمار بالأحجار أو الورق أو نحو ذلك وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لحدان ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها يعني أخذت بريقها وكسعته بظفرها وهذا في صحيح البخاري وغير من الأدلة كالتراب يطهر ما ينزل أو ما يصل إلى الأرض من النعل أو ما يعلق بالنعل من نجاسة فإنه يطهرها التراب والراجح هو القول الثاني الذي أيضا اختارها بن عثيمين كما ذكرنا أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء والذي يشترط في رفعه الماء هو الحدث كما رجحنا سابقا من الأمثلة على الماء الطهور المتغير بطاهر يسلبه الطهورية ذكر العلماء إذا رفع بقليل الماء الطهور حدث من مكلف أو صغير مميز هذه المسألة إذا كان هذا الماء القليل الماء الطهور القليل رفع به حدث سابقا قلنا لا يرفع به الحدث لم يرفع به حدث وإنما في طهارة مستحبة حينما قلنا أن الماء المستعمل ذكرناه سابقا أنه من أقسام الماء الذي تغير ولم يؤدي إلى أنه يسلبه الطهورية هنا مختلف هذا الماء القليل الطهور رفع به حدث حدث من مكلف اللي هو البالغ العاقل أو صغير مميز كما عند الحنابلة فإذا رفع حدث بقليل من الماء الطهور والماء القليل هو ما دون القلتين كما سنبين فإن ذلك يكون سببا لأنه يسلبه الطهورية عند بعض العلماء وعند الحنابلة مثال رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين فأراد أن يتوضى فغسل كفيه بعد أن غرف منه ثم غرف أخرى فغسل وجهه ثم بعد ذلك غمس ذراعيه فيه ونوى بذلك الغمس رفع الحدث فبعد أن نزع يده ارتفع حدثه وصدق أن هذا الماء القليل سار ماء مستعملا برفع حدث من مكلف أو صغير مميز وليس لهذا ابن عثيمين رحمه الله قال وليس لهذا دليل ولكنه تعليل وهو أن هذا الماء المستعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى وفي رواية عند الحنابلة وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الماء يبقى على طهوريته لما جاء في الصحيح مسلم أن الماء لا يجنب أي لا يتأثر برفع الحدث من طهارة قال ابن عثيمين رحمه الله فالصواب أن ما رفع بقليله حدث فهو طهور ماء طهور لأن الأصل بقاء الطهورية ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجهه شرعي يوميين رحمه الله